قادة عسكريون عراقيون أن سبب رئيس للفيتو الأمريكي على شراء العراق لمنظومات دفاع جوية متطورة هو تخوف شط من إمكانية تهريب هذه المنظومات إلى إيران وبيّنوا أن شراء منظومات دفاع جوية متطورة للعراق يعتمد على من سيدفع تكاليف هذه الصفقة خصوصا أن أمولى العراق هي تحت سيطرة الفيدرالية الأمريكية وأن كل دول التي لديها علاقات مع الجنب الأمريكي لا تستطيع أو لا يستطيع العراق أن يشتري منها هكذا منظومات للدفاع كما أضفوا أنه لا يمكن لأي دولة أوروبية تسليم العراق لمنظومات دون وجود ضوء أخضر أمريكي وهذا ليس فقط بصفقات التسليح وأنما حتى بالعقود التجارية والاقتصادية